هذا وقد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق في مدينة رفح الفلسطينية في سياق ذاته توصلت المعارك العنيفة بالأسلحة النارية ما بين قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية فيما شند دبابات الاحتلال عدة ضربات على غربي ووسط رفح الفلسطينية ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين الذين حوصروا داخل منازلهم اشتركوا في القناة